اشتركوا في القناة بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبدلها صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء وقيادته المميزة والسديدة لفريق البحرين في سبيل التصدي لجائحة كورونا مضيفا ايده الله اننا نشهد ما يحققه الفريق من نجاحات بكل اتقان وحرفية رفيعة وفق خطط مدروسة وجهود حثيثة اثمرت عن انخفاض في اعداد الحالات القائمة اليومية وتزايد اعداد المتعافين وان ذلك يبشر بحمد الله بالخير مما يعكس الدور الكبير الذي تطلع به الكوادر الطبية والصحية وجميع العاملين في الصفوف الامامية والجهات المساندة والمتطوعين كما نوه جلالته ايده الله باشادة معالي دكتور تيدروس جابريوسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته للبلاد بالمبادرات والاجراءات المميزة التي قامت بها مملكة البحرين وما حققته من نجاحات وتعاملها المبهر للتصدي لهذه الجائحة العالمية ودعوته بتوثيق تجربة البحرين الناجحة للاستفادة منها دوليا مضيفا جلالته ايده الله ان ما نحققه اليوم سيظل انجازا مشرفا يعكس ما يتحل به ابناء البحرين من روح التحدي والوعي الاصيل مواصلين معا تكاتفا للرقي بنهضتنا التلموية ومسيرتنا الحضارية الشاملة بكل عزم نحو مستقبل اكثر اشراقا لنا ولاجي القادمة بعون الله تعالى قد تابع المجلس باهتمام تطورات الوضع في الجمهورية التونسية الشقيقة وتمنياته لتونس وشعبها العزيز بتحريق الامن والاستقرار والنماء بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية كما بحث المجلس العمل على تطوير الاداء التقني والتكنولوجي في الدولة لكل ما فيه خير وتقدم وطنين العزيز ومشيدا ايده الله بالعمل الدؤوب والمثمر الذي تقوم به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وبحرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم السهمية ببسالة وعزم لا يلين حماية للوطن وذود عن مكتسباته قدم اللواء الركنس مشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى ايجازا للمجلس يتعلق بالمواضيع الهدفة لرفع القدرات الدفاعية والامنية والصحية بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة لكل ما فيه خير وامن وطننا العزيز وموطنيه الكرام والمقيمين على ارضه الطيبة